موسيقى عندما وصلنا إلى منزلنا شغل عم التلفاز على الأخبار حينها شاهدت الطائرات تصطدم بالمبنيين الشاهقين سألت عم ما هذا فقال لي إن البلاد تتعرض لهجوم أنا لم أعرف الكثير في ذاك الوقت فأنا كنت في الرابعة اعتقدت أنني أشاهد عرضا أو فيلما لأنني في هذا العمر لم أكن أدرك حقيقة ما يجري محمد خان ويقزان زكريا من جيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر يتذكران هذه الأحداث كصور عابرة من الطفولة غير أن بعض التأثيرات تتطور مع التقدم في العمر مع تقدمنا في العمر ودخولنا إلى المدرسة المتوسطة أخذت أشعر بنوع من التفرق تجاه من قبل بعض الأولاد نحن لم نفعل شيئا والإسلام لا يؤيد مثل هذه العمليات وهذا ليس خطأ المسلمين أنا لا أشعر بتفرقة انتجاهي ولكن ربما بعض أصدقائي يشعرون بهذا وهذا يؤثر عليهم وعلى أي حال أنا لا لن أدعى أي تعليق يؤثر علي فأنا فخر بديني ولا أهتم لأي شيء آخر من صعب تغيير بعض الصور النمطية لدى المراهقين أو الأولاد في الأعبان الصغيرة ولكن هناك دائما إرادة نحن صغار نعم ولكن ما زال أمامنا الكثير من السنوات لنحيا ونثبت إمكانية تعايش الأديان من دون تمييز لتحقيق السلام نظرة يرى البعض أنها تجسد العب الذي أرخته عمليات 11 سبتمبر على الأجيال المسلمة الناشئة في الولايات المتحدة أنا عمري الآن 14 عاما ما زلت أتعلم الكثير من الأشياء في المدرسة وغدا سأدخل الجامعة وأتخرج قبل دخولي إلى العالم الكبير حيث سأمارس المهام الرئيسية في حياتي وكمسلم مهما كانت الظروف فأنا سأعمل على الإظهار للآخرين بأن لا مكان للعنف في الإسلام وأنه فقط يتمحور حول السلام السلام ولا شيء سوى السلام عندما أدركت الآن ما جرى أعتقد أنه لا يمكن لمسلم أو تابع لأي تيديانا أن يقتل أناسا أبرياء كانت مأساة وهذا ما أشعر به تجاه هؤلاء الأرهابيين رأت فقيه لبرنامج اليوم على الحرة نيويورك